في تطور اللافت قرر البنك المركزي اليمني إنهاء الترتبات المؤقتة لتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند حد 250 ريالاً وإعادة العمل بسياسة التعويم ابتداء من منتصف هذا الشهر قرار البنك اتخذ إثر اجتماعاً عقده في الثاني عشر من أغسطس الجاري وأكد فيه أن سياسة إدارة سعر الصرف قائمة رسمياً على أساس التعويم وليس على ترتبات التثبيت القرار ألزم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مقره الرئيسي في عدن والمستندة إلى قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمد رسمياً على أساس التعويم وشدد البنك المركزي في قراره على أن تقييم مركز العملات الأجنبية من جانب البنوك يجب أن يتم على أساس نشرة الأسعار الصادرة عنه هو أهم قرار يتخذه البنك بعد نحو عام من نقل مركزه إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن وسط مخاوف من انعكاسات قرار كهذا على السوق ومن موجة جديدة من التضخم وارتفاع في أسعار الواردات نتيجة التدهور المتوقع في قيمة الريال المراقبون عزوا إجراءات البنك المركزي الأخيرة إلى عجزه عن الاستمرار في التدخل لتحقيق الثبات الراهن في السعر المحدد بـ 250 ريالاً مقابل الدولار نتيجة تراجع احتياطه إلى نحو 700 مليون دولار حالة من الشح في العملة الأمريكية عانت منها السوق اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية ما دفع بالبنوك وشركات الصرافة إلى تداول طبعات من الدولار تعود إلى الأعوام من 91 إلى 2001 قبل أن تختفي كما اختفت من قبلها الطبعات الأحدث من العملة الأمريكية تحد اقتصادي جديد ستدفع كلفته الشريحة الأوسع في المجتمع التي تعاني أصلا من عدم توفر العملة النقدية الوطنية بسبب التوقف عن دفع المرتبات وانعدام الوظائف والجمود في حركة الاقتصاد